السلام عليكم شبيب زينة ان شاء الله كما تكونوا بصحة جيدة اليوم رايح ندخل حصة 22 وراح نحلو فيها 10 تمارين خاصين بان او قمت بخمسمية وخمسة خمسين كل اه تمارين ناحنا بتكون توقيت انتباه بنسبة تمارين الاول توقيته هو بنسبة الت어서rr'm два توقيت هو هو بنسبة تمارين رقم ثلاثة توقيته هو بنسبة تمارين رقم ربعة توقيته هو ديسبة ثمانية رقم خمسة توقيته هو ديسبة ثمانية رقم ستة توقيته هو ديسبة ثمانية رقم سبعة توقيته هو ديسبة ثمانية رقم ثمانية توقيته هو ديسبة ثمانية رقم تسعة توقيته هو وآخر التمرين توقيته هو وهناك حقيقة تجربة N555 توقيتها هي فلنبدأ على بركة الله لنبدأ بأول التمرين اللي هو خاص بN555 في توليد بشارة الساعة المحتوى تحت التمرين أول واش قال لك؟ أعطى لك N555 واش طلب منك؟ قال لك أحسب قيمة مقامل متغيرة P للحصول على تواثر قيمة هذا التواثر 10 هيرتز كيف أنت عملوا مع N555 ركز معي مليحة الأخباري أول حاجة ركزوا على القطبة 2.6 و7 إذا لقيت 2 مربط مع 6 وما نقول هذا هذا N555 يقلب لمستقر وظيفته توليد إشارة ساعة فيها تياش وتيال وإذا لقيت 6 مربط مع 7 أو وظيفتها واللي وظيفته مؤجلة صحيح إذا أول حاجة نبدأ بها الأخباري نرسم 2 ونرسم 6 واش أكتلاحظ باللي 6 و2 مربط مع بعض إذا N555 هنا وش وظيفتها؟ توليد إشارة ساعة هذي أول حاجة ثاني حاجة كيولي أحسب مقاومة R2 ولا P ولا R1 ولا C1 أول حاجة نخمام فيها لازم نخرج عبارة الدور هي الأولى ومن بعدها نخرج عبارة المجهول كما شاهدنا الحصة الماضية للدرس N555 إذا لدينا دور T وش يساوي بصفة عامة؟ لا أحتاجة دور T وش يساوي giant myth الذي ي卡つ react to the product من التج loose واحش تقوله مقاومة مكافأة أثناء الشحن وش معنة مقاومة مكافأة أثناء الشحن؟ يوم من تعبierنا مقاومة ثانة الشحن؟ ماذا معنة؟ تبع مسارتي ما من VCC حتى نتوصل المكثفات نتقال مقاومة مكافأة أثناء الشحن زين مقاومة مكافأة أثناء التفريق ما تدع تبع مسارتي ما من واش؟ بن تماثم المكثفة حتى نتوصل القطبة سيلو يخدم به دارة الشحن و سيلو الآخر بلون آخر يخدم به دارة التفريق يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن جمعنا خرج مقاومة مكافأة أثناء الشحن و ما هي المقاومة المكافأة أثناء الشحن؟ إتباع مسار التيار من VCC حتى التوصل للمكثفة ما يهمك لا قطوة 7 على ستلاتين ما يمر فيهم تيار أثناء الشحن لأخدار 남자 ETL مع أسفرا ، هذا التوصل لمر بمقاومة أرواحيا و مر عبر مقاومة P و RII و ما تلاحظ بك ذلك؟ I 감 وما هو المقاومة أثناء الشحن؟ و هذه الشحن سيكون مقاومة مكافأة أثناء الشحن وهذا يسميها قミسب التوصل على الشحن إذن مقاومة المكافأة أثناء الشحن تسوي R1 ZP ZR2 لأخضار إذا كنت قلت للمقاومة مكافأة أثناء التفريق نجيب ستيله بلون آخر أنا أخطأ بستيله بنفس جي إذن مقاومة مكافأة أثناء التفريق واذا تدير؟ تبع مسارتي أبدأ من المكثفة لازم توصل لقطبة 7 ما يهمك شو قطبة 2 و 6 بلسكو فيها مقارنات مقارنات تحتوي على مقاومة أول ما لنها وتيار ما يمرش عليهم إذن تيار يمر بهذا بلون الأزرق بهذا الشكل وين يروح؟ قطبة 7 مش ركت لاحظة لأخضاري R2 A أو P على التسلسل على التسلسل إذن لأخضاري المقاومة المكافأة أثناء التفريق ماذا تساوي؟ تساوي R2 ZP اللي لونتهم لك بلون الأزرق صحيح إذن مش تساوي ZR2 ZP هذه كامل خرجنا مقاومة المكافأة أثناء الشح بلون الأصفر ومقاومة المكافأة أثناء التفريق بلون الأزرق الكل في واش؟ في ساعة مكافأة شوف الأخضاري عندي زوج مكافأة عندي C1 وC2 وش هي المكافأة التي نستخدمها؟ C1 صح يا C1 اللي هي اللي عندها العلاقة بالشحن والتفريق مربوطة بالقطبة 2 و 6 إذن جماعة كنجي خرج ساعة مكافأة وش ديره؟ شوفوا معايا مباشرة شتابي C2 وش درت عليها؟ درت عليها X بهما دخلتش الحساب وبهما نغلطش صحيح وجماعة لو كان يسألك السؤال ما وظيفة مكافأة C2 وش وظيفتها الأخضاري؟ وظيفتها تساهم في استقرار إشارة الخرج صحيح هاكذا؟ إذن شكل مكافأة لندخلها؟ اللي هي C1 إذن هادي كامل في واش؟ في C1 في آلان الثنين بس كولاعة توليد إشارة الساعة من بعد الأخضاري شنذيره؟ السؤال وش قال ناس الأخضاري؟ قال لك أحسب المقاومة المتغيرة بي شت المقاومة المتغيرة بي؟ شوفها وين جاية؟ جاية هنا يا جماعة شوفت طلاب بزيف عندهم مشاكل طلاب عندهم مشاكل بزيف في طريقة النقل معاملات ولا حاجة زيد ولا حاجة ناقص ولا حاجة جدا ولا حاجة القسمة كما هنا جماعة لو كان جي خرج الجلبي أولوية الأولى اللي نقولها أولوية الأقواص وش معناتها؟ وش معناتها كنجي نخرج البي نخرج هذا القوس الأول بلو الأخمر وصي واحد ألاثين ديها الطرف الثاني بهذا شكل شوف معايا إذا أنت وش يساوي؟ يساوي أر واحد هناك جمعت بي عندي زوج بي معنها ثنين بي زيد ثنين أر في سي واحد ألاثين خاك ذا جمعت هذا جمعت بي زيد بي تساوي ثنين بي وارثني زيد أثني تساوي ثنين أرثنين من بعدها بحضن نخرج البي يا بي الأخضاري ماشي لازم ندير؟ أول حاجة سي واحد ألاثين هي إن jeunes قلها الأولى ركّة معايا إذا نش وي تقول لي أي أصوأ ار واحد زيد ثنين بي زيد ثنين أرثنين من بعدها بحضن نديروا ننقلوا وأنا أنا سعظن الثنين بي photore Child r1-2 زياد وثنين ارزيني زياد. كنا قلهم طرف ثاني يعني ناقص حقا. ننقلهم طرف ثاني هذا الشكل إذاً وشو Lean 2P وش تسوي ثنين بي تسوي هذا الكسر. جمعة تسوي هذا الكسر كامل عاقي أسطل قليتي ناقص أوكي تسوي هذا الكسر كامل اللي هو تي على سي واحد الان ثمين ناقص واش ناقص ر واحد كنا ننقلها طرف ثاني توليه بالسالب وثنين ارثي كنا ننقلها بطرف الثاني توليه السالب. بك وش بقالي الاخذاري أنا نحوس على P أنا نحوس على عيبات المجول إذن P وش يساوي 2 كنا نقل لها الطرف ثاني وش تولي الاخذاري تفضل تقسمها على 2 هذا كامل وش يولي مقسم على 2 صحيح إذن راح نحوس على P خير كذا P وش يساوي إذن P وش يساوي يساوي T على C1 لذنين ناقص R1 ناقص 2 الكل تقسيم 2 هكذا ومبعدها هكذا كامل تقسيم 2 ومبعدها وجدتها جماعة بما أنه عندي دور هو ما أعطى لش دور T إذن T وش يساوي واحد على F إذن هذه واحد على F هي نفسها دور T نكملهم صحيح ثم بعدها جماعة آخر حاجة وش ندروه ندروه تطبيق عددي إذن Lafricons نعبدوها بالهيرتز مكثفة بالفرد المقاومة بالO بالوحدة الدولية إذن وش تساوي تساوي واحد على Lafricons أعطاها لي normal mode 10 هيرتز في 4.7 في 10 قوة ناقص 6 هذه المكثفة 4.7 ميكرو فارد بنحولها الفارد تساوي 4.7 في 10 قوة ناقص 6 هاكذا ناقص ناقص R1 اللي هي 4.7 يوه وهذا داته ما بيقوا سنشتولي تولي زيد 2 في 10 معانتها 2 هي 10 كيلو أوم الكل في وش أجماعات كل في وش في 10 قوة 3 هاكذا عشرة قوة 3 وش معانتها كيلو أوم وانا حولتها حولتها للأوم هاكذا عشرة بعدها نجمعه وش دير تطبيق عددي الكل على 2 بعدها دير تطبيق عددي وش تلقوها تلقوها 6000 أوم بالتقريب إذن وش تساوي تساوي 6 كيلو أوم هذا بالنسبة للول لغضر صحيح 80 باصلت ما فيه حتى إشكالية كش ما كان الأسئلة لغضاري شوف لي الأسئلة وعليه سموها N.O. 555 سموها N.O. 555 لأنها في البنية الداخلية تحتوي على ثلاث مقاومات متساوية كل مقاومة داخلية قيمتها 5 كيلو أوم هاكذا ورحولي بعدها وعود لي شيخ دور تاع C2 واشي هو C2 وش واضفتها جمعة C2 عليه ديرها باهي ديره استقرار لإشارة الخروج في بعض الأحيان ينقاط عن مصدر جهد هذه المكثفة تولي تعمل تعمل دور المولد وتعطي 2 على 3 BCC للمقارن العلوي إذن وش وظيفتها الحقيقية بلا فلسفة وش تقوله C2 وش وظيفتها تساهم في استقرار إشارة الخروج هاكذا هاكذا هيا روحوا لتبارين الرقم الثنين تبني الرقم الثنين للأخذاري شوفوا المحتوى تبني الثاني الرقم الثنين كذلك كتبتوكم من بكالوريا أعطى لك هذه أن أو 555 وش أعطيب أطلب منك أطلب منك أكثر أسئلة سؤاله وقال لك أحسب سعة المكثفة C1 للحصول على تورط قدره 10 هرتز سؤال الثاني وش قال لك مواظفة X 11 هاي وراي لخضاري X 11 ونشوفوها والسؤال الثاني قال لك ما نوع هذه الإشارة ذلك الإشارة قادرة تكون مستطيلة وقادرة تكون مربعة ذلك نعفو أسكو مستطيلة ولا مربعة هاي نبدأ في الحل نخضاري أول حاجة نبدأ بها وشي نحسبو ساعات المكثفة بأن نحسبو ساعات المكثفة أول حاجة نبدأ بها نشوف N555 وش وظيفتها صحة أو لا لا بما أنه 2 و 6 كتلة واحدة وش معناتها بما أنه 2 و 6 كتلة واحدة N555 وش وظيفتها توليد إشارة ساعة معناتها قبل ما نحسب ساعات المكثفة وش لازم نخرج عبارة دورتي نخرج عبارة دورتي صحيح وإذا ما يفعله مقاومة المكثفة أثناء الشحن زائد مقاومة المكثفة أثناء التفرير في ساعات المكثفة أولا دورك مطلب منه نخرج المقاومة المكثفة أثناء الشحن مقاومة المكثفة أثناء الشحن نتبع المسارة تيام من واش من مصدر الجهد حتى نوصل المكثفة صحيح يمشي بهذا الشكل كيف يصل لقطة هذه الأخضار وش يلقى تيام يلقى طريق فيه مقاومة وطريق فيه ديوت في الإستطاب المباشر نعم ديوت أجماعة ديوت كيعود على التوازي كيعود وحده فقط على التوازي وكيعود في نفس الاتجاه تيام نعم نعم يعمل على قصر العنصر الذي يوازيه مقاومة يجمع يختار المسلك السهل وديوت في الإستطاب المباشر يكافئ سلك ولا قاطع المغلقة إذن تيار ما يروح عبر المقاومة يروح في الطريق السهل إذن كيف يمشي تيار يمشي بهذا الشحن شك كده إذن مقاومة المكافئة الأخضاري وش تساوي هنا أثناء الشحن هي R11 هي R11 فقط R12 لا تدخل لأنه تم قصرها عن طريق ديوت في إستطاب مباشر على التوازي إذن مقاومة المكافئة أثناء الشحن اللي لو انتهيكم بلول الأصفار وش تساوي؟ تساوي R11 عليمن الأثناء المقاومة مكافئة أثناء الشحن وش قالنا المقاومة المكافئة أثناء التفارق هو المقاومة المكافئة أثناء تفرق الأخضاري وش هو؟ تتجات aproxim Gao ونمكثر واح بس كيف تفرق من المكثيف أين روحهم؟ الروح ونلوقذ 7 الأخضاري تيار يمشي هنا ويلغى أن يوصل النقطة هذى أتذكو يروح للد bruk أو للمقاومة المقاومة مميز ليست todEEP أتذتم أستقطاب العكسي ودورك يعد استقطاع بالعكسي جمعه وشي يكافي يكافي قاطعه مفتوحه إذا انت يرجع لي هنا يروح يروح بهذا الاتجاه وبعدها يروح القطمة سبعة إذا المقاومة تفرغ مكثفة تفرغ عبر واش عبر مقاومة فقط ولونتها بلون بنفسجي إذا دور تي وش يساوي يساوي ار حداشتاع الشحن زيد ار اثناشتاع التفريق من بعدها تكل في واش في ساعة المكثفة سي اثنين ندير عليها اكس بها ما تدوقنيش إذا كل في واش في سي واحد الان اثنين نخضاري بعد ما خرجت دور تي دور كوش لازم لي نخرج عبارة المجهول واش قال لي هو قال لي احسب سي واحد نخرجه عبارة سي واحد إذا سي واحد بش تساوي وش لازم يندير لهذا القوس والالان الثنين ننقلهم بطرف الثاني بما أنه هذي كامل معاملات جودة كننقلها بطرف الثاني اشتوليته لي قسمة إذا سي واحد ماذا يساوي لاخضاري سي واحد ماذا يساوي يساوي هايو صحي يساوي الدور تي على ار حداش زيد ار ثناش على الان الثنين صحي حقوش نديرو نديرو تطبيق عددي اسكو الدور تي اطاهلي ولا ما اطاهليش لاخضاري لا اطاني اصhaft وصت هاتس ماانت سي واحد ماذا يساوي يساوي واحد على اف هاني عوضت هاب واحد على اف يساوي واحد على اف في ار حده زيد ار ثناش في اعلن اعطينا عشرة هاتس ما نحولهاش خلوها عشرة ارح دياش قد اعطينا 28.5 كيلو اوم زيد ار 12 قد اعطينا 114 ما بين قوسين اجمع هذو ما بين قوسين ضربتهم في عشرة قوة ثلاثة على حولتهم لل اوم بس كو على اطالة الوحدة الدولية كيلو اوم ما بيتش ندير 28.5 في عشرة قوة ثلاثة زيد 114 في عشرة قوة ثلاثة بهم ندير اشتكرة هكذا لاخذاري بجيني خدمها بسيطة في الالة حاسيبان اللي يكملها اذا بعد ما نحسبوا سي واحد الكل في الان اثنين اكيد طبعا بعد ما نحسبوا سي واحد وش نجاوها نجاوها تساوية ربعة فاصل ستة وسبعين في عشرة قوة ناقص سبعة فارد هكذا جماعة جماعة كي تتعودوا مرة جي البيديو تأكدوا من نتيجة ممكن ان يغالطك اش ما نتيجة ولا كذلك بس كون كنت نحسب التليفون بحك تفاهمينا الاهم واشي هو الاهم كيفية تتعامل مع او 555 في توليد اشارة الساعة هذا بليس بالسؤال والاخبار سهل 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 ما كانش اسئلة ما كانش مشكلة اه قال لي محمد عبد كبير استاذ عاود تعوض كيفاش تتعوح يا عبد كبير يا عبد كبير اخرج سي واحد سي واحد شي تتساوي الدور على ارحدة زيد اراثناش كل في اعلان تنين مشكلة انه ما عطاليش الدور اعطالي لا فريقونس كي نجمع عليهم عما يحبش يكسر راسه يخليها كما رأيتي بعدها لا فريقونس عشرة هاتس دير واحد على عشرة هاتس يخرج الدور واحد على عشرة كده يلقى سيف فاصل واحد يعوضتي مباشرة ولا شخص اخر وش يقول ناحية دورتي ونعوضه بالمقلوب واحد على الاف كتعوضوا على واحد الاف ولي واحد يجي في البسطة والاف يجي في المقام كما هنا صحيح اللي حبي يحسب الدورة الاول يحسبوا يوسي واحد الافيجا سيف الفاصل واحد بعدها اول ثاني الاولى مباشر متفاهمين رحوا معليش عايشاوي عايشاوي ممكن ممكن يغالط الحساب انا يا ممكن يغالط الحساب ممكن راك صحيح انتايا ممكن انا نصحيح انايا اوكي على هذي كنتكم الحسابة تركزوا عليها مليح بس كوليا كنت نحسب الاحاسيب اه نحسب الهاتف تفاهمين رحوا سؤال رقم اثنين لخضاري سؤال اثنين وش قال لك ما نوع هذه الاشارة وشي نوع الاشارة لخضار اشارة مربعة اشارة مربعة اشارة مربعة كما عرف كم مربعة شوف معي شوف معي شوف معي فهمت مقصد تاك وانهالي تشوف ديوتا تقول اشارة مربعة هكذا انت قصد تاك وهذا وهذا يسمى خطأ علمي ديوت مش وظيف تدي ما يمد لاشارة مربعة ديوت عنده وظيفة وحدة لي هي يقصر اي حاجة كتعد توازيه ولا يكون في استقطاب المباشة ولا استقطاب العكس هكذا جماعة كيسي لك سؤال يقول لك ما هو النوع الاشارة واش لازم دير تبع هذي نقارن بين تياش وتيال تياش هي زمن المستوى العالي يكافئنا شحن المكثفة وتيال زمن مستوى المنخافي را قدار إذا لقيتو تيال وتياش متساويين لاخذاري إذا لقيت تياش وتيال متساويين واش تقول عليها اشارة مربعة إذا لقيتو مش متساويين يتيال أكبر متياش ولا تياش اكبر متيال واش نقول عليها اشارة مستطيلة هينشوفه هينبدأ إذن إذا قيت تياش يساوي تيال قل عليها إشارة مرفعة وإذا قيتها لا تساويها إما تيال أكبر من تياش والله تياش أكبر من تياش وش نقول عليها إشارة مستطيلة هل راح نشوف تياش وتياش هيندوا تياش تياش يساوي الأخذاري تياش يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن في ساعة المكافأة إذا ما تساوي labor lavor تساوي راح في ساعة المكافأة في ساعة الحلس طيش تياش يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن في ساعة المكافأة في أل цент هذا النسبة لتياش Bellhã добр acet city تياش تياش تعالى تفريغ ما تساوي لمقاومة اكبر تفريغ اللي هي Air 12 لار 12 زيت ما جاء عود ما رأى هيا ما تدخلش اير حدياش باسكو لها تفريق وشي هو هو انتيقال التيار من مكثفة القطب سبعة فقط ميروحش البيسيسي مستحيل تيار يوح من قطب الموجة بالموجة ماكذا جمع بعد ما خرج عبارة تياشو تيال تياشو تيال كم تيابهين في سي اثنين اي لان ثنين فاش مختلفين اير حدياش و اير ثناش شكونا اكبر اه اير حدياش و اير ثناش متساويين ولا واحدة اكبر من واحدة شو معينين اه واحدة اكبر من واحدة ايوان وشنا نلاحظه اير ثناش اكبر من اير حدياش شكونا فيها اير ثناش ليا تيال اذا تيال اكبر من تياش بما انه تيال اكبر من تياش شو نقول عليها اشارة مربعة او لمستطيلة مستطيلة صحي اشارة مستطيلة اذا وشنا نلاحظه تياشو يسوي اير حديش سي الاثنين و تيال يسوي اير ثناش سي اثنين الاثنين وبما انه بما انه هذج مقاومة بما انه اير ثناش أكبر من R11 بالطبع وبالتأكيد و ستخرج لي تيال أكبر من تياش وبما أنه تيال أكبر من تياش إشارة مستطيل تفهمين عليها إذا إشارة مستطيل لو كان لقينا تياش يسوي تيال والله لقينا R12 تسوي ر11 نقوله إشارة مربعة شاك كيف هالأخذاري مش يشارك أنه يقعد عندك بيو ضح تكون إشارة مربعة أنت وش يقول هدفتك أكبر تعرف الإشارة لازم تخرج تياش تيال ولا قيتم تساويناها مربعة لما قيتم تساوي مستطيل ولا تشوف المقاومات شوف مقاومة شوف مقاومة شحن ومقاومة تفرق إذا قيت مقاومة تساوي مقاومة تفرق إشارة مربعة يعني مش معا نتنج معها إيا تياش يسوي Eric West沒有 بالقاومة شحن تُساوي مقاومة تفرق نقول عليها إشارة مربعة كانت تجيام مقاومة تفرق أكبر من مقاومة شحن ولا على الأكس نقوله إشارة مستطيل مرحب لي بعدها رحور تبديل نرقم ثلاثة. هاي الأخذاري رحوا تمارين عقم ثلاثة. أيوة تمارين عقم ثلاثة. وش أعطانا؟ كذلك يجبتم باكالوريا. ضخوا شوية ننتقلوا إلى تمارين مركبة. تمارين عقم ثلاثة من باكالوريا 2018 موضوع الأول. وش قال لك؟ أحسب دور الإشارات التوقيتية علماً أن أير بي بش ستساوي 20 كيلو. يعني نفس السؤال. وش نزيله الأخذاري؟ أول حاجة ما نتسرع. وش نشوفه أسكو هذه وظيفة توليد إشارة ساعة. والله وش وظيفتها مؤجلة. رغم أنه هو قال لحسب دور إشارة التوقيتها. صح أو لا؟ إذا ما ش نقوله؟ دورتي وش يساوي بما أنه اثنين مربوط مع وش مع ستة دي مارس مواذي. إذن هذا التركيب وش وظيفته؟ توليد إشارة ساعة. رح يمد لي في تياس زيتية. هكذا. ثاني حاجة رح نخدمها لكم طارقة ثانية. ولا كنت نخدم لكم مقاومة المكافأة أثناء الشح زائد مقاومة المكافأة أثناء تفرق. قل في سي آلان ثنين. إذا كنا نكتبها لكم دورتي وش يساوي؟ يساوي تياس زمن مستوى العالي. ذات تياس زمن مستوى المقاومة. هيا نبدأ بتياش. نبدأ بتياش. إذن تشحن المكثفة شوهو. تشحن المكثفة عبر أر واحد وأر بي وأر اثنين على التسلسل. إذن تياس ماذا يساوي؟ تياس يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشاحنة في ساعة المكثفة المكافأة في آلان ثنين. آيوة صحي. إذن هاني لودتكم بلون الأصفر. هذو كل فيها تعليهم تياس. وراك تشوفهم فيهم كامل على التسلسل. إذن تياس ماذا يساوي زمن المستوى العالي. إذن شو نقوله تشحن المكثفة عبر أر واحد وأر بي أر ثنين على التسلسل. إذن إذن هذه السي ثنين ما تدخلها شو الحسبة ما تدوق ناش. إذن تياس ماذا يساوي؟ بما أنه مقاومة على التسلسل أثناء الشحن. إذن تياس ماذا يساوي؟ يساوي أر واحد زيد أر بي زيد أر ثنين كل في سي ألان ثنين. هذي بنسبة للوشي أجمعها تياس. جمعنا نحن نحسب دور. قدمتها بعلاقات ثانية. يتياش أدقوش نحوص؟ حوص تياس. بنفس الطريقة. واش نقوله؟ تياس الوشي هو زمن مستوى المنقافض وهو بنسبة تركيب النو خمسمية وخمسة وخمسة إنه زمن تفريغ المكاثفة. إذن واش نقوله؟ تفرغ المكاثفة عبر R2. والتيار يذهب إلى قطب سبعة قطبة تفريغ. إذن واش نقوله؟ تفرغ المكاثفة عبر مقاومة واحدة فقط اللي هي R2. إذن واش نقوله؟ إذن تفرغ المكاثفة عبر R2. إذن تيال ماذا يساوي؟ تيال واش يساوي مقاومة المكافأة أثناء التفريغ. اللي هي R2. في ساعة المكاثفة هذه واش هي؟ اللي هي C في الان بثنين. عبارة تعتياش والعبارة تعتيال. قمي خرج العبارة تع دورتي وبعدها نلقى تطبيق عددي. إذا دورتي ماذا يسوي يسوي تياش هاي وراي عندي. ايجيتا. زيتيال هاي وراي عندي. اذا دورتي وش يسوي? يسوي ار واحد زايد ار بي. زايد اثنين ار ثني بس كؤون متكرر. ار ثنين متكرر في الشحن و متكرر في التفريق. و منخرج وعمل المشترك سي الان ثنين. بعد ما خرجنا العبارة لخذراوي. وش نديرو بعدها? نديرو تطبيق عادة. عادة. طرح تطبيق عنا شي خل. كل شي عندنا. ايا كل شي عندنا. اذا. اي وش يساوي? يساوي ار واحد اطاهنا اثنين كيلو اوم. ار بي اعني اعطتها لك في بداية التمرين. تساوي عشرين كيلو اوم عطتها لك في بداية التمرين. زين اثنين ار ثنين ار ثنين قد اعطينا واحد كيلو اوم. تولي اثنين في واحد. هذا ما بين قصة كامل في عشر قوة ثلاثة. لماذا عشر قوة ثلاثة بس كامل. اعطاهم لكيلو اوم حولتهم لل اوم. في اثنين وعشرين. اللي هي سعة المكثفة. ومكثفة اعطاها لميكرو فارد. ميكرو فارد. بالنسبة للفارد يصبح عشر قوة ناقص ستة. اذا انت ستوين وعشرين. في عشر قوة ناقص ستة حولتها للفارد. يعني اي حاجة لازمنا نخدمها بالوحدات الدوية. الكل في واش? كل في واش? الان اثنين. كي نحسبوها. واش نلقا ونلقا ودور تيش ساوي. سيفة فاصل تلاتة. ثلاثة مئة وخمسة وستين. هذا بالنسبة تمرين. رقم ثلاثة. ها قدر. الاخذاري. لو كنس لك سؤال. متفضل. لو كنقول لك في. وش وظيفة المقاومة اير واحد و اير بي مع بعض? اير واحد و اير بي. مع بعض يا. مع بعض هما شحن مكثفة. اكيد شحن مكثفة. هذا احتمال اول شحن مكثفة. وظيفتهم حماية قطب رقم سبعة. لانه قطب سبعة في الداخلية مش كاين ترانزيستور. ركما معي. لو كن ما دلش مقاومات وندلش سيك. وش حيصال لهم. راح حد. راح يتربط في سي سي بجيان دي ويمرر هل ترانزيستور. ترانزيستور اللي في البنية الداخل وش حيصاله يتلع. صحي. نعم. اذا وش يقول لك قطب سبعة. اطنسيو ترطب بالفي سي مباشرة. تلازم على اقل مقاومة. اوكي. نعم. كاملوا. جمع روحوا التبارين. رقم ربعة. لخضر. صحي. نوربال متخلص. لك خدف معنة ثمانية. يشوفوا اشخاص جد. اوكي. بتوفق لك ان شاء الله لأخباري. هيا جمع لي حبيت لا يرفع يدو. هاي واش نطلع هذه مرة. هذه مرة نطلع لبنات. طلع الطفل صحي. ايوه. لبنات. هاي عرفوا يديكم. لبنات. لبنات كان في ريال وكان هيبا. هيبا. هيبا تفضلي. بعث لك دمان. بعيا هيبا. السلام عليكم. وعليكم والسلام وحمد الله وبركاته. هيبا فهمت وش كنا نديره. افهمت كلش. يا بيا. تمارينة بسيطة تعال باكالوريا ما في حتى اشكالية. روحوا هيبا روحوا التمارينة رقم اربعة. صحيح. شوف تبايا رقم اربعة وش اعطانا. كذلك هذا جبتم من باكالوريا. تبايا رقم اربعة وشو قال لك. فيه ثث اسئلة. سؤال له وقال لك احصل ساعة المكثفة سي واحد. سؤال اثنين. اعطال لك لا اعطال لك لفريقاص اجمع. اثنين قال لك ما وظيفة اكس ثنين وثلاثين. وسؤال ثلاث قال لك ما نوع هذه الاشارة. صحيح. اجمعني اجيكم تكرار بها تثبت المعلومة. وبعدها دخلوه في التمارين مركبة. صحيح. هاي نبدو هيبا. هيبا كي يقولك سؤال احسب ساعة مكثفة ولا مقاومة ار واحد ولا ار اثنين. اول حاجة وش لازم ندير نسأل رحي سؤال وش وظيفة هذا التركيب. وش وظيفة هذا التركيب هيبا? توليد اشارت ساعة. صحيح. كيف عرفتي توليد اشارت ساعة? ستة واثنين مربوطين مربوطين. اذا كما قلت لكم بما انه ستة واثنين مربوطين مع بعض. هذا التركيب يولد لي اشارت ساعة من اللي دور تي. وتي وش يساوتيها زي تير. هكذا. من بعدها وش نديرو اهي. با نحسب سي واحد. اولا وش لازمني نخرج عبارة دور تي. هي هذي يلولا. ثانيا نخرج عبارة المجهور سي واحد عبارة او. واخيرا وش نديرو تطبيق عادتي. هيا جمع اول حاجة ندروا عبارة دور تي. اذا دور تي اوش يسير مقاومة المكافأة اثناء الشحن لزيد مقاومة مكافأة اثنى تفرت في ساعة المكثفة في الان اثنين. اعطي اذن مقام المكافأة اثناء الشحن لابا. ارواحت. ارواحت ضررت لماذا? عندها الحق بدكود لهذا بعد اننا نجيب مقاومة المكافأة اثناء الشحن نبدأ عن الاية من يتوفرنا المكثفة. حتى في ساتة على سترة اثنين. إذن تيارك فهي بدأ يمشي يمشي بهذا الشكل. من بعدها كي يوصل نقطة هذي هيبه وشي يلقى يلقى مقاومة اثنين ويلقى ديود في الاستطلاب المباشر على التوازي مع اثنين. مع مهما هدا مقاومة. جمع لكم جد كينا مقاومة هنا مع الديود ولي ديود ما يقصر شي ولي تياره ينقسم على الجهتين. صحة ولا لا. بما انه الديود وحده على الاستطلاب مباشر. شو نقوله وظيفة ديود دي اثنين قصر مقاومة اثنين اثناء الشحن. اذا المقاومة المكافأة اثناء الشحن اللي مر عليها اللون الاسطر. اذا المقاومة المكافأة اثناء الشحن. اذا وش تسوي اير واحد. هذه بنسبة اير واحد. هيبه وش بقاتنا. زايد مقاومة مكافأة اثناء التفاريخ. وش تسوي مقاومة مكافأة اثناء التفاريخ. تسوي اثنين. صحي تسوي اثنين. نخرج المقاومة المكافأة أثناء التفريق نجيبه ستيله بلون آخر ونبدأ من المكثلة السيحة واحد حتى نوصل لقاطبة سبعة شوفوا المسارة تيارك فيه بشي مقاومة المكافأة تفريق يبدأ من مكافأة المكافأة وين يروح كي وصل النقطة هذه يا هيب وشي لديود في استقطاب العكس وديود استقطاب العكس يوش نقول عليه مكافأة قاطعة مفتوحة إذن إذن أبليج عليه تيارك وينيرح يروح عبر مقاومة أثنين وبعدها يروح وطبة التفريق وهو الطريق السهل إذن مقاومة المكافأة أثناء التفريق اللي مر عليها الخطة البنفسجية إذن دورتي وشي سوي A1 مقاومة المكافأة أثناء الشحن زين A2 مقاومة المكافأة أثناء التفريق الكل فيه واش في سعة المكاتب وفي A2 مباشرة نجمع C2 هذي ما نحتاجوها شنبيروها إكسبا ماتغلطناش C2 وش وظفتها هيبا C2 هيبا ها سي ثنين شو نقول عليها وظيفة وظيفته تساهم في استقراء إشارة الخروج ولا يسمى مكثفة مراقبة مراقبة لإشارة الخروج صحيح إذن ونوصلنا دورتي وشي سيوي سيوي مقاومة مكافأتنا الشحن زاد مقاومة مكافأتنا التفريغ الكل في واش في ساعة المكثفة المكثفة المربوطة بثنين وستة مع أنت في سي واحد في في سي واحد في آلان ثنين هاني خرج عبارة دورتي واش تلاب مني تلاب مني سي واحد إذن سي واحدة جماعة وش توساوي يذن مش نقلها نقلها آر واحد وآراثينن م mind Quick then r22222222 2 وليقسمة ونقلها الان ثنين جدات ولليقسمة إذن سي واحد ماذا يساوي إذن بهذا شكل نقلها هذيornsというلقسمين وآلاثنين كنقلها منتشر قسمة إذن سي واحدة شي سائوي يساوي دورتي كل علا كل على واش على ار واحد زاد ار ثنين في آلا ثنين صيح هوبة دورتي يعطيها ليس لا لا مبدو ليش حبوا نكتبو العباب دلال في الاف ونحسبوه ولا ولا تروح دلال الفريقونس ديلها المقلوب بتاعها قيمتها اللي تجدها عوضها في الدورتي عندكم الحرية بتحسبوش مع اذا سي واحد انا احنا نعوض مباشرة تي احنا عوضها بلافريقونس اذا وش يسي مقلوب بلافريقونس اذا وش تقولي واحد على الفريقونس واحد على اف هذي واحد الافية دورتي اخي هكذا الكل في واش في ار واحد زيد ار اتناش في الان ثنين صحيح من بعدها وش ندروا التطبيق عددي الاف اعطاها لي سبعة هارتز المقاومة ار واحد واثني اعطاهم لمتساوياتي اثنين وعشرين 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 ضربتهم في عشرة قوة ثلاثة على ها بنحولهم لل اوم بس كعطاهم لكيلو اوم مضاعفة في الان اثنين اذا سي واحد ماذا يساوي يساوي ربعة فاصل ربعة فاصل يساوي ربعة فاصل ستمية وربعة وثمانين في عشرة قوة ناقص تا فارغ هيبة تركيب هذا تركيب هذا فوش مميز هذا الترتيب شك تلاحظك مميز هي وش هي حاجة مميزة فيه مصمم مصمم ما هي مش صمم شوفين مقاومة الشحن سوية اني وعشرين او صحو لا 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 ايوان هالي تجدى مقاومة الشحن تساوي مقاومة تفريق وش تقولوا باللي هذا ان او خمسمية وخمسة وخمسة وش تعطيني اشارة مربعة وش معنى توتياش ويساوي تيا ساير ايقا شو تقول لها درنا صمم درنا ثوني ايديو لكنت اشارة مستطيلة بس ما يجدش مقاومة الشحن تساوي مقاومة مي هذه المرة وش راح نلاحظون اليوم تساويين روح السؤالي بعده سؤالي بعده قالك ما وظيفة اكس 32 هي با شوفي معي بتفهمي اكس 32 جمع علي سألو نقبل على اكس 11 ما شرحت هيكم شو التامنين رقم 3 احنا شرح لكم في التامنين رقم 4 شوفي اكس 32 في الحقيقة اه وفي الحقيقة وظيفتها اذن بتوليد ايشارة ساعة كيف عرفتها اذا بتوليد ايشارة ساعة في الحقيقة هذه ورا è x 32 اه وش هي هي المرحلة مرحلة ثانية من Theresa raq3 اكتوفيها x32 اه اه اي Wilson ذوقو هذا المتمن جNET مرة جاية تكرهو ان شاء الله في المحور الثاني جماعة هذا المتمن كتنش الثلاثين 31 34 35 يكونوا خاملين وش نقولو x30 وش يساوي واحد منطقي مي x31 32 33 34 35 35 هبة وش يكون بالطبع وش يكونو يكونو أصفار صحيح هالي القرافستر تجي تمشي تبدأ مرحلة ابتدائية 30 بما أنه 30 نشيطة 31 حتن 35 كل أصفر معنى x2 و3 وش يساوي 0 بما أن x2 و30 كلير نشيطة ولا خاملة نشيتة الاشيارة 29 سوي 0 تمسح بعد الغرف ستكتطور من مرحلة 3031 ها ستشوف الإشارة تسعة وش مدتها من تلا زارة بعد نشطة 31 اكس 2 وثلاثين وش تبقى تبقى زارة ايوه ايوه انها ليتونسط اكس 2 وثلاثين وش تولي تولي واحد منطقة ينشط ولا يخمن يخمن كي يخمن كي يخمن كلير هذي الدرج تولي تولد لي تولد لي إشارة تسعة إذا اكس 2 وثلاثين شو واضفة نتاحة ايوه ايوه هي واش واضفتها اكس 2 وثلاثين كي نشطة اكس 2 وثلاثين محدده تولي اشارة مساعة او ما طاليش اي اي ايوه كي تكون خاملات مدنا في اشارة تسعة معنى هذو ما راح كلي نشطها بمرحلة 2 وثلاثين كي تنشط 1 نفيه الواحد هو الصفر هنا تقولوا عليها خامل صايب بعدها كي تحمن ثلاثين شوش يسرع تنشط ثلاثة وتلاثين شوف تصرع اكس ثلاثين ولا تزيره وشي حيصر شوف الاشارة صرها تمسح من بعدها وقتها زي تعود هذه الان او خمسمية خمسة وخمسة وخمسة تبدلي اشارة تسعة لازم حتين تعاود وشتعود تنشط اكس ثلاثين تنشط اكس ثلاثين تولي واحد منطق ننظلها واحد نشاط ننظل واحد منطق في الكرفسات تولي ربعة خاملة تبدلي اشارة سعة اذا اكس ثلاثين اللي مربوطة بالمس كليل وش وظيفتها عند نشاطها تعطي لنا اذن بتوليد اشارة سعر صحيح وهذا ما رجعكم تقرأوها الجماعة في المحوات تاني عطيت اعطيتها لكم باقات واحد يسألني سؤال قولي يا استاذ شما وش وظيفتها اكس ثلاثين او اكي هيبا وش سؤال تلاثة هيبا وش قال لك قال لك ما هو نوع الاشارة ايوه بنا عرف وجمع نوع الاشارة وش لازم نقارل بين تياش وتيل اذا كان تياش يستويد ينقل عليها اشارة مربعة ولا لا نقل مقامة المكافيات اثناء الشحن تسابي مقامة مكافيات الخلطة وإن لكي مقامة اثناء شحن متساوية من aproximadamente افjos معانا جدا ـ رب concerts او او � książ اقل ـ أو ٢ ع losses اذا المقام وال teens весجر مثلا ور EUPA كلها في سعة المكثفة الثانية تشحن المكثفة عبر R1 فقط إذاً تيار يساوي R1 مقاومة الشحن في C1LN2 وتيار يساوي مقاومة المكافأة أثناء التفريق ان تبعو تيار من المكثفة رحو قطب 7 إذاً المكثفة تفرغ عبر R2 إذاً تيار يساوي يساوي R2 في C1LN2 وبما أنه R1 يساوي R2 إذاً تيار نقدر نكتبها بدللة R1 إذاً تيار يساوي R1 في C1LN2 والشاركة لحظة هيبة TH هو نفسه T1L إذاً تيار يساوي T1L وبما أنه تيار يساوي T1L نقوله إشارة مربعة والله نقوله مقاومة مكافأة أثناء الشحن تساوي نفسها مقاومة مكافأة أثناء التفرغ إذاً هذه يسميها إشارة مربعة عقدام رحوا التمارين رقم 5 التمارين رقم 5 هنا ستبدأ الأسئلة تاستدعكم ونحن أعطيكم كل احتمال صحيح هبة شوفي في التمارين رقم 5 وش قال لك سواء قال لك وحسب سعة المكثفة C2 علماً أن الدور تيار يساوي ربعة ثانية وسؤال الثاني قال لك ما نوع هذه الإشارة هل هي إشارة مربعة أو مستطيلة صحيح هيا نبدأ هبة هبة أول حاجة يقول لك وحسب سعة المكثفة C2 قبل ما نسرع قبل ما نجاوب لازم يشوف ما هو وظيف التركيب أسكو توليد إشارة سعة أم لا مؤجلة صحيح شك تلاحظي 2 و 6 كتلة و 1 إذن هذا شو وظيفته توليد إشارة توليد إشارة صحيح ثاني حاجة واش لازم لي نخرج عبار دورتي هذه عبار دورتي يا جماعة دورتي وشيسي مقاومة المكافأة أثناء الشحن دقنا نخرجوها مقاومة المكافأة أثناء تفرخ في سعة المكثفة في آلان ثنين هيا نبدأوا بالمقاومة المكافأة أثناء الشحن إذا المقاومة المكافأة أثناء الشحن نجمع واشي هو إتباع مسار من VCC لازم حتى نتوصى المكثفة وطيئة مستحيل يروح خطر سبعة وستة واثنين ما يرحش له اوكي إذن كنا نصلوا منا نلقوا نقطة هذه ما رحش خطر سبعة ما رحش خطر سبعة ما رحش خطر سبعة وبعدها يروح المكثفة إذا الخط الأصفر هذا مر على R1 و R2 إذا المقاومة المكافأة أثناء شحن لونتهمكم بلون الأصفر واشي هو المقاومة اللي داخلين أثناء الشحن اللي هي R1 زين R2 لونتهمكم بلون الأصفر صحي واشي بقعتنا بقعتنا المقاومة المكافأة أثناء التفرغ جمع وشاني ندير جمع أنا حاب نخرج عبارة عدار T وبعدها نخرج عبارة المجهول C2 وبعدها الطبيق عددي نحاب لكم تعود تختموا في هذه الطريقة المنظمة صحي واشي بقعت لي مقاومة المكافأة أثناء التفرغ المقاومة المكافأة أثناء التفرغ معنا تناش مبسطيله بلون البنسجي من مكثفة حتى نوصل إلى قطب 7 فيما شك تلاحظي التيار يمر عبر R2 ومبعدها يمر عبر R3 إذن مقاومة المكافأة أثناء التفرغ لو أنتهمكم بلون البنسجي هذا الزوج إذن واش تساوي تساوي R1 زيد R3 إذن زيد R2 زيد R3 كل فيواش في ساعة المكثفة في آلان 2 وهذه المكثفة C1 ندير عليها X بهم تغلطني شما نديرها شما نديرها في الحساب C1 شوظيفتها تساهم في استقرار إشارة الخروج صحيح صحيح بعدما لقيت العبارة هبة واش ندير نخرج عبارة المجهول اللي هي C2 إذا C2 واش لازم ندير C2 واش ندير تساوي دور T هذا القص راه جوداء مكثفة يولي قسمة وآلان 2 راه مع المكثفة جوداء يولي قسمة إذن C2 واش يساوي يساوي دور الكل على R1 جماعة R2 عندي R2 مع R2 جماعتهم قدتهم 2R2 زيد R3 أيها في آلان 2 من بعدها هبة واش بقى ندركوا بعد ما خرجت عبارة المجهول واش نخرجوا نديروا تطبيق عدد يساوي دور T دور T يعطاه لي ربع ثواني على R1 زيد 2R2 زيد R3 عوضهم اللي هي خمسة زيد R2 نجمع عشرة كنضرب واثنين 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 زيد R3 اللي هي خمسة الكل في عشرة قوة ثلاثة بنحولهم للأوم الكل في آلان 2 بعد تطبيق عدد C واحد تجدوه 192 في عشرة قوة ناقص 6 فارغ هذا بلنسبة السؤال رقم 11 ساعة المكثفة C 2 هبا رح السؤال اللي بعد وقال لك ما نوع هذه الإشارة هبا يعطي نوع الإشارة هاي يقول لي اسكو إشارة مربعة ولا مستطيلة الشيخ إذا من قرنه بسعرنا خمسة وخمسة وعشرة بكل بساطة مستطيلة بكل بساطة شوف معي هبا المكثفة شوف المكثفة تشحن نشوف الشحن تشحن المكثفة عبر R1 وR2 حسبي R1 زيد R2 كده يستوي خمسة عايوة وتفرغ المكثفة نتابع المكثفة القطب 7 وتفرغ المكثفة عبر R2 وR3 وش تلاحظ رتان خمسة وش تلاحظ تلاحظ باللي هنا وش إشارة مربعة وش معناتها مش إشارة أنه نخدم إشارة مربعة لازم إشارة إشارة سأل ما نوع هذه الإشارة بتعرف الإشارة وش قلنا نقارن ما بين TL وTH إذا لدينا تساوي نقول عليها إشارة مربعة ولا لدينا مقاومة تساوي مقاومة تفرغ نقول إشارة مربعة وإذا لدينا هم تساوي TL أقل من TL أو TL وش نقول عليها مستطيل نبدأ نبدأ تيال شاهبة تيال شو تساوي تشحن المكثفة عبر R1 R2 مع أنت تساوي R1 زيد R2 في C 2 L 2 وTL تفرغ المكثفة عبر R2 R3 حتى يوصل تيال قطب 7 إذن تيال وش يساوي يساوي R2 زيد R3 في C 2 L 2 من بعد وش تلاحظي تلاحظي باللي R1 وR3 متساوي وش معناتها مدام متساوي معناتها R10 مع R3 تساوي 15 وR2 مع R1 تساوي 15 معناتها من قاومة الشحن من قاومة تفرغ متساوي إذن شو نقول تيال يساوي R2 زيد R1 في C 2 L 2 عوضناها بدللة بعضهم إذن تيال يساوي R1 زيد R2 وT كذلك يساوي 2 زيد R1 صح لا إذن متساوي أو ماذا متساوي في هذه الحالة تيال متساوي متساوي إذن بما أن تيال يساوي تيال إذن ماذا نقول إشارة مربح صحيح هذا بليس بالسؤال رقم 2 كم من الأسئلة هنا شيخ قالت لك طفلة إذا تقدر تستعمل ألفة لإشتراف إشارة عادي عادي رح نخدمها بطريقة واحدة أخرى ثاني زي متكم مسئلة تنسو قلت يا أستاذ بنا نعرف النوع الإشارة كذلك وش نحسب نحسب ألفا ألفا وش يساوي تياش على دور تي لازم تحسبي تياش تحسبي دور تي توليك خدمة شوية طويلة إذا ألفا يساوي يساوي فاصل خمسة وش هي أحسن طريقة مقاومة الشحن ومقاومة التفرغ هي الميور إذا لقيت مقاومة الشحن ومقاومة التفرغ رح إشارة مربع إذا كنت متساوي إشارة مستطيل صحي رح تمرين رقم 6 وش هو السؤال قال لك تكون مقاومة على التفرغ كيف أنا حسب هن جيل لهم جمع أي اسئلة رح في رأس ورح جيل لها أو كي ما تقلقوش بارك بلع نجيل بشوية شوية مهم أفهم لي هذا وثبت لي هذا صحيح هيا هي بروح تمرين رقم 6 شوية تابع رقم 6 وش عطالي قال لك ما وظيف الثنائية يو دي سؤال ثنين قال أحسب قيمة مقاومة ر واحد المكثفة عبر R1 وتفرق R2 وقال R1 سوى R2 مع أنت إشارة مربعة صحيح تي وثلاثة قال ما وظيفة المكثفة C2 صحيح هاي نبدأ جماعة نبدأ في الديود واحد الديود هذا ووظيفته لما تشحن المكثفة قبل هذه قبل ما رحوا للديود وش أخير وره ديود سؤال الواحد ووظيفة الثنائي ديود ووظيفة الثنائي ديود أجمع لو كان تيار هذا يجي من V6 يمشي يمشي بهذا الشكل يمشي يمشي بعد يوصل مقاومة R1 يفوت عليها بعد يوصل نقطة هذي طريقين طريق الأول فيه مقاومة R2 وطريق الثاني فيه ديود في الاستقاب المباشر الذي يكافئ السلك إذن يختار الطريق السهل ويره عبر ديود إذن R2 يصبح تقصر إذن وظيفة ديود هذي وظيفة قصر مقاومة A2 أثناء الشحن وبما أن R1 يسوي A2 الهدف من هذا التركيب هو حصول على إشارة مربعة صحيح ما نقول باللي ديود ما وظيفته يعطي إشارة مربعة كما شنا أثنين للول أو الثاني ما أعطي إشارة مربعة بصح هذا تمني أعطي إشارة مربعة أو ما أعطي إشارة لأثنين وقيت R1 يسوي R2 إذا إشارة نوصل لها إشارة مربعة هذا بنسبة السؤال الأول رح السؤال الثنين وش قال لك أحسب قيمة المقاومة R1 علما أن R1 تسوي R2 أجمع قال لك أحسب R1 هبوا وش نديروا أول حاجة أول حاجة نشوفوا التركيب وش وظيفة بتاعه بما أنه ثنين عندي ما أعطيكم بتكار بث بما أنه ثنين مربوط مع ستة هذا وش وظيفة توليد إشارة ساعة إذن وش سنقول ودور T وش يسوي يسوي تي هذي هذي ما ماذا يسوي يسوي المقاومة المكافأ أثناء الشحن في ساعة المكافأ سي 1 في L 2 إذن نكتب هنا T صح وT لهيبة وش زمن المستوى المنقافض اللي وافق تفريغ المكافأ إذن تفرغ المكافأ عبر R2 فقط إذن ماذا يسوي TL يسوي R2 في C 1 في L إذن إذن دور T وش يسوي بما أنه اللي كتبت يسوي 2 تياش بس كيف كيف شيخ جماعة اللي كتب دور T يسوي 2 تياش كن قاد نكتب يسوي 2 تياش ولا نكتب يسوي 2 تياش بس كلها لحظ باللي الشحن عبر R1 وتفريغ عبر R2 و R1 و R2 تسوي معانتها تياش يسوي تياش معانتها لكانت نعوضها بتياش تولي تياش زي تياش إذن دور T يسوي 2 تياش إذن كتبت إشارة مربعة ديما دور T يسوي 2 تياش يسوي 2 تياش هكذا من بعدها نعوض تياش وش يجمعها تياش تسوي R1 في C1 L2 وبما أنه في 2 2 R1 C L2 2 ندركوا هنا وش خرج سهيبة خرج عبارة الدورة T مطلوب مني مطلوب مني نخرج R1 نخرج عبارة المجهول اللي طلبوا مني هكذا إذن عندنا 2 R1 وش يسوي ننقل C على 2 طرف ثاني إذن 2 R1 وش يسوي يسوي دور T على C L2 نحوص على R1 ننقل 2 طرف ثاني إذن R1 ماذا يسوي هذا كامل ما بين قوسين تقسيم 2 صحيح إذن وش نقول T على C L2 الكل مقصوم على 2 نحوص عن ذات هناليا مباشرة خرج القيمة تاحا شخ برك تي شغ يسوي أصبر تي أعطي نحوص ثانية هاي ورا جماعة جماعة ركزوا مع يمليح جماعة لكم لم يمتلك شو دورتي شتو هنا اعطي لك اعطي لك إشارة وش قال لك قال لك هاو تي وش يسوي سيف فاصل خمسة شتو ها وهنا تي وش قال لك تي سيف فاصل خمسة هنا حبي تي شوف أسكور كفهم ولا لا معنى أنت تبقى وساعتي ونت تتحوس على دورتي ورا دورتي ورا دورتي هو أعطاه لك على شكل إشارة هاي ورا تي سيف فاصل خمسة وتي سيف فاصل خمسة وإشارة هذه مربعة إذا دورتي وش يسوي سيف فاصل خمسة زيت سيف فاصل خمسة يسوي واحد على ثنين سي قد أعطي هنا واحد ميكرو فارد تسوي واحد في عشر قوة ناقص ستة نحول حولها الفارد في ألا ثنين كين نحسبوها وش نلقوها نلقوها جماعة نلقوها نرمال مو نلقوها سبعمية وواحد وعشر في عشر قوة ثلاثة قوم وكين حولوها كيلو قوم تولي تولي سبعمية وواحد وواحد وشرين فاصل ربعة وثلاثين كيلو قوم جماعة تعلموا تحسموا بألا الحاسبة هكذا هي نلقوها 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 جماعة جماعة بالنسبة لألا الثنين حاولوا توحدوا الإجابة كي تحسب الثنين اكتبوا في وثقة الإجابة لك حيث تم اعتبار الثنين تسلسل فاصل تسعة وستين بل الإجابة تواعكم كام تكون موحد متفاهمين هذا بالنسبة التمرين رقم ستة هيبا روح تمارين رقم سبعة اوكي هيا هيبا شوفي معي في تمارين رقم سبعة تمارين رقم سبعة واشا طالي هذا التركيب مي واشا هذي مر واشا طالي اعطالي البنية الداخلية اشتي هذي الليها موجودة في إطار الأحمر هذه البنية الداخلية تعلق خمسة بيا خمسة خمسة وليس إنتني على سؤال مقاومات المكافئة كتبت مقاومات على التفار وهاني أعطيت لك مقاومات على التفار رحوا لأسئلة سؤال ما وظيفة او بي ا و ا او بي دون يعني هذا الليها موجودين في داخل البنية والقلاب ار اس هذا الليها موجود في البنية الداخلية والمقحة الامبية الليها موجود في البنية الداخلية صحيح سؤال رقم ثاني واشا طال لك كامل متساوي وارثني اعطالي قيماتي ولا اعطالها ليش اعطالي خمسة كيلو اوم وارثني تساوي خمسة كيلو اوم وارواح تساوي خمسة كيلو اوم وهنا اركز على الاختزاء رح يكون الاختزاء وما تبقاش دور في حلقة مفرق صحيح هينبدأ نحل التمارين سؤال واش قال لك موظيفة او بي او او بي واش وظيفة تماهي با نعرف قيمة المداخل هذا وش يسمي مضخم عملي يعمل عمل مقارن اذا المقارن هذا السفلي او بي دوش وظيفته هو مضخم عملي يعمل عمل مقارن وظيفته تحكم في مدخل اس مع انتها مدخل تنشير مقارن وظيفته تحكم في مدخل اس رحوا لمقارن دوزيان او بي اه هيبا وكذلك مضخم عملي يعمل عمل مقارن كيف عرفت المقارن لا يحتوي على مقاومة راجعة والمخرج تعوفيش يتحكم تحكم في ريسات يتحكم في ريسات اللي هي اذا مش نكتم هنا او بيدو مضخم عملية عمل عمل مقارن اه وظيفته تحكم في المدخل اه هذا بنسبة الا او بي واحد او بي اثنين نكمل الاسئلة سؤالي بعدوش قلنا هيبا قالك ما وظيفة تقلب ارس هيبا شو وظيفة تقلب ارس هيا هيبا شوف يا هيبا جماعة كي يقول لك هو وظيفة تقلب ارس تقلب ارس عنده وظيفتين يا دارة ضد الارتداد يا ذاكرى ثنائية الاستقراء دارة ضد الارتداد كيعد ارول اس مربوطين بالتاماس والتاماس تحكم فيه الوشع هنوش نقول عليه دارة ضد الارتداد سعولي فصح هنا اسكك ايش ما كان تاماسات في الداخل ايضا بنيا الداخلية ما كانش اذا شو وظيفة تقلب ارس دي ما ذاكره ثنائية الاستقرار وظيفته الاحتفاظ صحيح إذن قلب وظيفته قلب ذاكرة ثنائية الاستقرار وش بقى نا مقحة الام بيان وش وظيفة مقحة الام بيان هيبا تحكم في المخرج كيبار تحكم في المخرج كيبار ويتحكم فيه والمقحة هذا باش مربوط بالقطب السبعة إذن هو اللي يعطي الاتريزاسي وتع التفريق إذن مقحة الام بيان مقحة الام بيان يعمل في حالة التبديل وظيفته التفريغ وظيفته التفريغ المكثفة صحيح إذن الام بيان مقحة يعمل في حالة تبديل وظيفة التفريغ المكثفة بشرق وكتهي فرق عندما يكون المخرج يساوي السفا كيبار ش يساوي يساوي واحد المقحة يكون مشبع وقطب السبعة يكون نشط اللي يفرغ المكثف هذا الجماعة بنسبة سؤال الأول سؤال رقم اثنين واش قال لكم احسب قيمة دورتي علما أن كل مقاومات متساوي واش نديره هيبة بنسبة طريقة ونشوفه التركيب هذا وشو وظيفة هكذا ثنين واشانا نلاحظه ثنين مربوط مع ستة إذن هذا وشو وظيفته توليد إشارة ساعة نخرجه الدورتي صحيح من بعدها واتي وش يساوي يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن زيد مقاومة المكافأة أثناء التفريغ في ساعة المكثفة في آن ثنين واش مطلب مني نحوص على مقاومة المكافأة أثناء الشحن واثناء التفريغ هكذا شو معي هيبة نبدأ في المقاومة المكافأة أثناء الشحن شو في التيارك يمشي يمشي يختار طريق هذا وفي ناس الوقت يمشي منه إذن التيارنا وش يصير له هيبة يتفرع لا تيارة الجمعة جمعة تيارة مثل الماء لو كان مثل الماء جيهابط ويلغزوش هبطات وش حيصير للماء جزء يروح الهبطة لولا والجزء يروح الهبطة ثانية بصع لو كان جاء ديول في الاستقام المباشر منه وش حيصير له رح يقصر مقاومة R1 إذا وش راكم تلاحظوا تيار يتفرع عبر R1 وR2 ومن بعده وش يلقى على تسلسل R يتفرع عبر R1 وR3 وبعدها يلقى على تسلسل R2 إذا المقاومة المكافأة هبة وش تساوي هنا شوف كيف نكتبع شوف بما أنه R3 وR1 على التوازي والR2 معهم على تسلسل إذن وش نقوله R3 توازي R1 شتوق R3 توازي R1 زايد R2 على تسلسل وبنسبة لهم هذه بنسبة لش بنسبة الشحن دخلوا نحسبوها جمعا دخلوا نعطيكم طريقة حسابها هذه وش ينسميها مقاومة المكافأة أثناء الشحن زايد مقاومة المكافأة أثناء التفريق نبدأ من المكثفة حتى نروحوا القطبة رقم 7 إذا المكثفة فرغت عبر وش فرغت عبر R2 فقط بلون البنفسجي إذن وش نقوله زايد R2 الكل في C في LN2 من بعدها هبة R3 توازي R1 تيعد وجمع مقاومتين على تفرع المقاومة المكافأة أحسبها وش تساوي المقاومة المكافأة تساوي جدائهما على مجموعهما وإذا إذن سيتها وتلفت لك يقول أسكت جداء على مجموع ولا مجموع على الجداء تفكر تفكر باللي القاوي يكون الفوق وضعيف يكون أسفل هبة شكون أقوى الجداء ولا الضرب جداء ولا الضرب جداء ولا الجمع جداء ولا الجمع جداء ولا الجمع جداء أقوى من الجمع إذن وش معنطها القاوي الفوق وضعيف الأسفل معنطها جداء يكون فوق والمجموع يكون أسفل صحيح إذن وش يساوي R3 و R1 موصلتين على التوازي إذن وش هي المقاومة المكافأة تساوي R3 في R1 على R3 زيد R1 بهذا الشكل هذي وش هي جدت المقاومة المكافأة بين R3 و R1 زيد R2 وزيد R2 R2 مع R2 هبة وش تساوي تساوي R2 صحيح إذن 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 وكل نكتبهم دلالة بعضها صحيح إذن وش تساوي هذا الكسر هذا الكسر وش يساوي R3 في R1 نحن نكتبهم دلالة R1 أجمع وش تقولي R1 في R1 على R1 زيد R1 وش تقولي تقولي R1 موربع على 2R خاك ذا يعني كتبتهم كامل بدلت R1 بس كم مقاومة كامل متساوي زيد 2R1 وش تقول 2R2 كتبتها بدلت R1 الكل في C على 2 من بعدها R مع R وش يصر لها هنا تروح وش تبقى لي تبقى لي R على 2 زيد 2R1 في C على 2 وش تقولي تقولي R1 على 2 بس كو R تروح مع R تبقى R فبانية على البسط زيد 2R1 في C على 2 و2R1 زيد R1 على 2 لو كان واحد المقامات تشمع وش نلقوها وش تلقوها تلقوها R1 على 2 زيد ربعة R1 على 2 تلقوها 5 على 2 هكذا خمسة على 2 5 على 2 وش تساوي 2.5 جماعة يحسبوها رياضيا من بعدها وش نديرو نعوضو تساوي 2.5 في R 1 قدعطها 1 كيلو هكذا معانتها في 10 قوة ثلاثة في ساعة المكاثمة 120 أعطاها لبواش ميكرو فارد بما أن ميكرو فارد نحولوها 10 قوة ناقص 6 ومبعدها آخر نديرو تطبيق 2 ونديرو تطبيق عددين لنقوها 0.2 وش تساوي 0.207 سيغون هذا بالنسبة للسؤال رقم 2 جماعة هذا في الدرعة ودو هكذا سألت تطبيق العدد تفاهمين لا تكفيني اشهدي بها ندير التفصيل ممين شيخ أنا خرج 0.3 0.3 اه اه جماعة جماعة الحساب لاني خادم بالتليفون فانت اما انا قلت لكم الأول ركزوا في الحسابات لا يهم الحسابات فش يهمكم يهمكم وش طريقة العام تفاهمين عليها روحوا تبالينا رقم 8 هي با نورمال متساوي يشوفوا شخص جديد ياتك سحاشا ربي يحفظك ان شاء الله حسين حسين تفضل اهل وسهلا بك حسين حسين كنت تمارينات بسيطة جدا جماعة روحوا تمارين رقم 8 حسين نعود نطف اوكي اوكي جمعاً كوبين عاودوا نتخل عاودوا نتخلتهم وجمعاً أصحاب لك أبي يحفظكم مزيدوش توشيو لك هيا حسين حسين نروحوا تمارين رقم ثمانية هنا تمارين بديت ولت تمارين مركبة فيها أفكار راح تساعدكم بزيف وإن شاء الله مزيدوش تسألون على نو 555 نهائي هيا حسين شوف معي حسين في تمارين رقم ثمانية أعطى لك ربع أسئلة سؤال له وقال لك ما وظيفة هذه الضارة طيك تشوف فيها سؤال اثنين سؤال له الموظفة هذه الدارة سؤال اثنين موظفة المقاومة المتغيرة في سؤال رقم ثلاثة موظفة ثنائية ديوض هذي دياجها بهذا الشكل وسؤال ربعه واشي هي بحسب ساعة المكثفة سي واحد هيا يجمع نبدأ في أول سؤال حسين وش وظيفة هذا التركيب انتاج لسارة توليد اشارة ساعة مربوطية صحيح بما أنه ستة واثنين مربوطين مع بعض اذا كما تلاحظوا اثنين مربوط مع ستة اذا هذا التركيب كامل يسمي مقلب لمستقر واشو وظيفة توليد اشارة ساعة واشو معنى تقلب لمستقر يا حسين ليس مقلب لمستقر معنى هالمخرج تعال قلب داخلي كي غير مستقر يمد واحد منطقي سفر منطقي يمد تياش تيال تياش تيال يبقى غير مستقر اشارة دوري هكذا صحيتو اذا وظيفة هذه الدارة توليد اشارة ساعة باستخدام دارة مدمجة باستخدام القلب ان او خمسين خمسة خمسين لا مستقر صحيتو سؤال اثنين سؤال اثنين قال لك ما وظيفة المقاومة المتغيرة بي عادة نزيد المقاومة المتغيرة بي في تركيب الاليكترونيان نقول لها حسين بيش نبادلو بالاشارة المربع مستطيل لا لا ما عندش علاقة باشارة مربع مستطيل لا ما عنداش علاقة اذا نجمع كي مدلك المقاومة المتغيرة دي ما قول ضبط او تعديل من بعدها شوف تركيب وش وظيفته تركيب هذا شو وظيفته حسين في وظيفته توليد اشارة ساعة معنى تا يمدل الدار اذا المقاومة المتغيرة ووظيفتها الضبط دور تي معانتها كنزيدو لها وش يصار دور تي زيدو لما يزيد يزيد لو كان نقص لها وش يصار دور تي ينقص اذا وش وظيفة المقاومة المتغيرة وظيفتها الضبط دور تي والله وش تقدر تقول خلال فريقونس اجمع على فريقونس خي مقلوب دور تي معانتها كذلك ضبط تواتر معانتها كل ما تزيد المقاومة يزيد الدور تواتر وش يصاره ينقص اذا مقاومة المتغيرة وش وظيفتها وظيفتها الضبط الزمن دور تي ولا تقول ضبط قيمة تواثر أفرق سحي هذا بالنسبة لسؤال رقم 2 رحوا السؤال رقم 3 حسنا سؤال رقم 3 قالك ما وظيفة ثنائية الديود هذا ثنائية الديود أستاذ بش معنا سمحوش بش ما نخلوش تفرغ على أير 2 فقط تفرغ حتى على ثلاثة بي على ربعة أيوة إذن لا لا وش وظيفة ثنائية الديود وش وظيفتها قصر قصر المقاومة اللي اسمها ثلاثة بي على ربعة في الحقيقة جمع هذه اللي أعطتهاكم مقاومة واحدة في الحقيقة حاب أن تستيكم شوفكم إذن كنت تقدروا تخرجوا قيمة تحولها هذه المقاومة رأيها تركيبة الحقيقية تحزج مقاومتين مقاومة بي على ربعة ومقاومة ثلاثة بي على ربعة هذه العلاقة موجودة مبينات هكذا بها نعرف وظيفة الديود الديود شو وظيفته حسين وظيفته يقصر أي شيء الذي يوازه بشرط يكون على توازي استقطاب مباشر ويكون وحده هكذا شوف معي لك نجي نار صمتية شوف نار صمتية خيني مشي هكذا من بعد كي نوصل نقطة هذي شنلقى شو شنلقى نلقى طريق السهب أسكو نهبط لتحدي لك تمولا روح عبر ديود شتكي ذا حسين أنا عم الشيخ فهمت له ما فهمتش هذي فهمتها الشيخ معناتها تياك يمشي 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 كيف وصل نقطة هذي وش يلقى طريق فيه تأثير بي على ربعة ويلقى طريق فيه ديود صحي جماعة هذا السهب وش معناتها تأثير المقاومة المتغيرة معناتها مشي تيارة يمشي العكس هذا تأثير بره إذن تيار وش يختار يختار الار واحد وبي على ربعة كيوصل نقطة هذي يلقى طريق فيه ثلاثة بي على ربعة ويلقى طريق سهل وهو ديود على توازي استقطاب مباشر وبالتالي وش حيصرها حسين هذه ثلاثة بي على ربعة ش حيصرها تقصر أثناء واش؟ أثناء الشح صحي إذن مش وظيفة الديود وظيفة الديود قصر ثلاثة بي على ربعة أثناء أشح سهلا إذن ها لو لتهايكم بلون أزرق إذن تيار يمر عبر هذه المقاومات وهذه محيطة شتكة محيطة أجمعها إذن تيار وش يولي يمر عبر رواحد وعبر بي على ربعة وعبر رثني مليحة كمل إذن مش وظيفة الديود قصر ثلاثة أربعة معناتها ثلاثة بي على ربعة من مقاومة المتغيرة بي صحي أعطيتكم هذا السؤال حابة شوفكم كيفية تخدمونه في الواقع نورمون ومكيش تخدمونه دير دير مبيناتهم من حابكم كيفية تخرجوا المقاومة المكافأة أثناء الشحن والمقاومة المكافأة أثناء التفريق صحي رحوا السؤالي بعده أعمستاذ الأخذاري ذلك نحن بلوكيك الأخذاري ذلك نحن بلوكيك الأخذاري هذه أخر حصة عندك بعد ما فتحت اللاك رحوا السؤال رقم ربعة سؤال رقم ربعة وش قالنا حسين قال لك أحسب ساعة المكثفة سوا هكذا بقى نحسبه ساعة المكثفة سوا وش هي الخطوات لازم نديرها حسين لازم نشوف التركيب وش وظيفة نتاعه أسكو توليد إيشات ساعة ولا مؤجلة ومبعدها وش لازم نخرجوا عبارة الدور ومبعدها نخرجوا عبارة المجهول سوا ومبعدها تطبيق عدد جماعة هذه ربعة خطوات لازم تكون ثابتها فيرس هاي نبدأ أول حاجة وش نقوله نقوله الدورتي وش يسوي يسوي تياس زيتيا اللي حبي يكتبها مقاومة مكافذة ناشح زيد مقاومة مكافذة ناتو فيرسي في ألا ثنين يكتبها ربي يسأل اللي حبي يكتبها تياس زيتيا أحسن هاي نبدأ إذن وش تسوي تياس زيتيا نبدأ في تياس تياس شوف معي تشحن المكثفة عبر رواش R1 و P على ربعة على التسلسل و و R2 جماعة اللي خدمت لكم بلون الأصفر هو تع الشحن واحد لو أنت لكم بالأصفر ها لو أنت لكم بالأصفر شتور إذا هذي الدارة وش نسميها دارة الشحن كي يقولك خارج دارة الشحن المكافذة نقوله إلي هي R1 و P على ربعة و R2 إذا أنت أشف شي سيوي يا حسين في هذه الحالة هيا حسين بسرعة R1 زيت P على ربعة زيت R2 مضرب بين قوسين في صحيح ماشاء الله في اللغة ريتم صحيح يسير R1 زيت P على ربعة زيت R2 في C1 في L2 هذا بنسبة لتشح وش مازال يخص نظرك زيلا نحسبو تيان خارجو عباد تيان إذا تيال أجمع وش هي زمن المستوى المنقفض وفي التركيب هذا لاحظنا زمن المستوى المنقفض يكافئ مكاثفة أثناء التفرق بسكور هنا في صورة يعطى هالي مربطة بثلاثة مباشرة نعطيش بقوة بثلاثة أوكي إذن إذن تفرق المكثفة نجيب ستيله بلون مختلف نبدأ من المكثفة نمشي 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 إذن كيفية نمشي اشتكاهر رحت حسين شوفها حسين نعم اشتكصلت النقطة هذي وش يلقي الديود استقطاب عكسي شوالي اتجاه تيال عكس الديود مع أنت تيال ما يمرش منه مع أنت تيال أبليجي يطلع الفوق عبر ثلاثة بي على ربعة ومعده يروح لقطبة رقمة سبعة إذن أعطي لدي تيال حسين أعطي تيال وش يساوي رثنين زي ثلاثة على بي ثلاثة على بي على ربعة في سي ألغة مثنين صحي ما شاء الله إذن وش تساوي لو أنت كم مقاومة بلون البنفسجي تعال مقاومة المكافأ أثناء التفرير إذن تيال بعض الى ثلاثة بعدما لقيت عبارة تيال نخرج عبارة دورتي إذن دورتي وش يساوي يساوي رواحد زي بي على ربعة وزيدها ثلاثة بي على ربعة وش يساوي تساوي بي صحي تساوي رواحد زيت بي بسكو بي على ربعة وثلاثة بي على ربعة تولي بي وعندي رثنين متكررة في الشحن والتفرير وتساوي ثلاثة R2 في C1 ألا 2. درتي على حسين ن bureaucracy حسين. وانا خرج عبارة الدور في لسي لا بقالة. ماذا ننطيع أن نخرج عبارة C1 حكذا. C1 موجودة هنا يا معاملة. إذا لو ما يعمل. ماذا لا يعمل هذه كما نقل هذه R1 ZP Z2R2 ألا 2 طرف ثاني. ما هو يعمل ماذا تعمل تعمل غير 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 غير. هكذا حسين عطاني دورتي ولا أمعطاه ليش عطان الشيخ نعم نكتبها بدلة الفريقونس ولا ليحب يحسب دورتي كيف يحسبو يقول واحد على ثنين واحد على ثنين سيف فاصل خمسة يعوض بصيفة فاصل خمسة ولا شخص آخر وشي يعوضها في المعادلة هنا إذن سي واحد وشي يساوي إذن أنا وجدرت لها وجدرت في رايكا حسين حسبتها إذن دورتي وشي يساوي واحد على اف واحد على اثنين يساوي سيف فاصل خمسة عوضها بسيف فاصل خمسة على هاي ورا جبتها من هابد واحد على اف صحي على اير واحد زايد بي زايد اثنين اير ثنين هاي نحسبهم اير واحد قده يساوي اثنين زايد بي قده مع بعض كامل اربعة عطاش قده تولي ستاش زايد اثنين اير ثنين ستاش زايد ثمانية قده تساوي اربعة واشين عطيتكم مجموعة تحان تساوي إذن ر واحد زيت في زيت 2 أثنين يساوي ربعة وشين كيلو أوم نضربها في عشرة قوة ثلاثة بان نحولها للأوم في آلان ثنين وآخر حاجة وش ندير حسين تطبيق عددي إذن سي واحد الشي ساوي يساوي ثلاثين فاصل صفر خمسة في عشرة قوة ناقص ستة فارغ هذا بنسبة تمرين رقم تسعة والله ثمانية ثمانية وش تراك في تمرين هذا سهل ولا صعيب سهل الشيخ وش كان يبين مرة لولا تخلاط هكذا من غناب اللي تمارين عادي كتعود تعرف تخرج عبارة شحن وعبارة تفريق وعبارة ضوطي لا خوفه علي هكذا جمعه روحوا لبعدها لبعدها تمارين رقم تسعة هيا روحوا رقم تمارين رقم تسعة شوفوا معي في تمارين رقم تسعة وش قال لك يا حسين أعطى لك التركيب هذا سؤاله وقالك ما وظيفة المقامة المتغيرة في قالك ما وظيفة المقامة المتغيرة في هذه واحدة سؤال ثاني قالك أحسب قيمة العظمى للدورتي جماعة حسين الله قالك أحسب قيمة العظمى للدورتي علاه هلو حاني هنا الشيخ مادم قال لك عوصف القيمة الدنيا وقيمة العظمى معنا ت Kollegعطالك مقاومة متغيرة واعت comida كث seemed هلو يمد لك مقاومة متغيرة قادة يقول لك أحسب قيمة الدنيا وقيمة الحظمة ولا يمد لك زوج مكثيفة ولا تلاتة يقول كdernدي قيمة العليا وقيمة الدنيا صحيح إذا سؤال ثلاثك عوصف قيمة الدنيا للدورتي سؤال ربعه قارك أحسب قيمة العظمى والقييمة الدنيا للتواطر هيا نبدأ .. نبدأ .. ما نضابقه بي .. ما نضابقه بي..؟ ما نضابقه بي شئ etc وبما ان هذا التركيب واشوالفته ؟ATA винエشارات الساعة إذا ما نضابقه بي شئ لذلك … انا بشئ لذلك Movement تحكم في الدور ولا تحكم فيه ثواتح هذه كيف عرفتها باللي تولي transact 2 عليه 2 assistเป 5 إذا هذا التركيب واشوالفته ؟ uhlay t واطبنا تبادلها .. أي شئ لذلك مقاومة كتبدلها يتغير دور plenty إذن شو وظيفة الضبط أو تحكم أو تعديل زمن دور T أو تعديل تواثر F صحيح إذن نكتب وظيفة المقاومة بضبط الزمن دور T أو ضبط قيمة تواثر F هكذا ودي ما نقولكم تواثر F بها مرة الجاية كي تقرأوا المحرك خطوة بخطوة نتحكموا فيه بلا فريقانس ينزيدوا لا فريقانس زيادة سرعة ثاعة وينقصوا لا فريقانس ترقص سرعة ثاعة تحتاجوا بزياد مصطلح تواثر هذا بالنسبة لسؤال الأول بالنسبة لسؤال الثاني حسين ماذا قال لك؟ قال لك أحسب قيمة الأعظامي للدور T كيف نحسب قيمة الأعظامي للدور T وش ما شورك لندينات بأن نحصل قيمة الأعظامي للدور T البي يكون فيه أقصى حد المكثفة تكون أكبر أكبر قيمة صحيح تجمع زميكم جاوب طريقة ما شاء الله بأن نحسب أكبر قيمة للدور T لازم بي مقاومة تغير تكون أكبر قيمة لها والمبدلة هذه تكون فيه أكبر ساعات المكثفة شكونا أعطينا أكبر C1 أو C2 في السؤال دخلنا أعطيك إجابة هنا نورمال معطينا C1 تساوي 2 C2 هكذا معنتها C1 ضعف C2 إذن جمع حساب القيمة الأعظامية للدور T يكون الدور الأعظامي لما تكون P وش تساوي؟ ماكس لما تكون P ماكس والمبدلة في الوضعية الواحد في الوضعية الواحد لماذا؟ لأنه في المعطية ساوي 2 C2 شكونا أكبر حسين C1 أو C2 C1 إذن C1 ضعف C2 إذن من بعدها نحسب الدور نبدأ بنفس الطريقة نخرج العبارة إذن T ماكس وشي ساوي T ماكس يساوي TR زي تير خياركذا نبدأ TR تساوي نتابع الشاحن تشحن المكثفة عبر P وR2 إذن C1 تشحن بالP وR2 إذن TR وشي ساوي لو أنتهم بلون الأزرق تساوي P ماكس زيد R2 في C1 L2 هذه وشيها تياش صحيح دقوا زيد نحسبوه تيال تيال وشي هو التفريق من المكثفة C1 ذا رح القطبة 7 شو معي تيال ماذا يساوي تفرغ المكثفة عبر R2 وبعدها رح القطبة 7 إذن وشيها تيال عبارة تحا إذن تيال وشي يساوي يساوي مقام المكثفة أثناء التفريق R2 في C1 في L2 بعدما يلقي تياش في تيال نخرجه الدور تيماكس تيماكس شو يساوي يساوي بيماكس زيد 2 R2 في C1 L2 ومن بعدها وش نديرو أحسين تطبيق عددي كل شي عددي أيوة إذن تيماكس شو يساوي هاي ورس جماعة هامورا المعضيات البي باش نعوضوها نعوضوها بمئة كيلو أومب الأعظامية C1 قد عطاهنا تساوي مئتين ميكرو ثاراد مع أنت C2 وش تساوي مياه تحصنا سواح إذن تيماكس يساوي يساوي مئة اللي هي بيماكس زيد 2 في R2 قد عطينا 5 كيلو أوم هذا كامل ضربناهم في عشرة قوة ثلاثة با نحولهم للأوم الوحدة الدولية في مئتين في مئتين اللي هي سعة المكثفة في عشرة قوة نقص 6 حولناها للفراد في L2 القينا القيمة قد عطي ماكس تساوي 15.24 سيقون هذا صحيح سؤال آخر قال لك وحسب قيمة الدنيا للدور تي هيا سيقون نحسب قيمة الدنيا أستاذ ندو بي في القيمة أصغر قيمة صحيح ندو وندو المكثفة C2 مكثفة C2 بسكو مكثفة C2 أقل من C1 جميعكم جاوبكم وشكالكم لحساب القيمة الدنيا للدور تي يجب تعويض المقاومة بأقل قيمة لها P والمبدلة تكون مع المكثفة ذو قيمة صغرى وقالنا باللي C2 هي أقل من C1 إذا نقول يكون الدور في أقل قيمة لما P وشيكون أقل قيمة للمقاومة المتغيرة P والمبدلة في الوضعية 2 لأن سي 1 سي 2 وش معنة سي 2 سي سي أقل من C1 بنسب هكذا ثم بعدها بنفس طريقة نخرج دور minimum T period minimum TH تشحل المكثفة عبر وش عبر P وR2 حتى نوصل مكثفة C2 إذا تساوي هنا TH تساوي P زي R2 في C2 ألا 2 هذه بنسبة TH وش بقى لزمن مستوى المنخافض تفرغ المكثفة عبر R2 بعد ترى قطب 7 إذا TL ماذا يساوي TL ماذا يساوي R2 في C2 ألا 2 حسين بعد ما يلقي التياج وTL نخرج عبر T minimum وش يساوي P minimum Z 2 R2 C2 L 2 وآخر ندير حسين لتطبيق عددي إذا P minimum باش نعوضوها حسين بمئة ميكروفان لا نحن نهضر P المقامة المتغيرة بالصفر بالصفر مع أنت P نعوضوها بالصفر وال C بما أن C1 يساوي 200 ميكروفارد إذا C2 يساوي C1 2 ويساوي 100 ميكروفارد إذا T minimum يساوي يساوي 0 هذه المقامة المتغيرة بأقل قيمة لها Z2 في 5 اللي هي R2 5 كل أوم يكون 10 قوة 3 حول للأوم 100 لساعة المكثفة الصغيرة في 10 أخوة ناقص 6 في ألن 2 إذا T minimum يساوي 0 69 سيغر شفتوا أجمع T ماكس قيمة 5 نورمال مو ولا قيمة كبيرة T minimum قيمة 0 69 هذه بنسبة السؤال يقول أحسب قيمة العظمى للدور T والقيمة الدنيا للدور T رحوا لي بعد سؤال F كيف نحسبوه مع حسين من T ماكس و 10 نجبنا ندير لهم مقلب صحي أسكو ما هي العلاقة ما بين الدور والفريقونس أسكو علاقة عكسية أو طردية عكسية عكسية إذا كان T ماكس إذا كان دور مع أعظمي ما يكون يكون أقل قيمة صحي يا جماعة جماعة خالب لكم الفريقونس وشي يساوي واحد على T صحي إذا كان تي يروح القيمة الأعظمية لا فريقونس يسرى له ينقص صح لا لا إذن ما بين الفريقونس تواثر العلاقة العكسية إذن ما بين هذه الحالة يكون تواثر أعظمي لما يكون T منيمو لما يكون الدور في أقل قيمة له إذن F ماكس يساوي يساوي واحد على T منيمو قاعد كيف عرف فماكس يساوي 1 على T منيمو تفاهم عليها ويساوي 1 على 10.69 ويساوي 1 فاصل 45 هيرتز هذا بالنسبة للواش تواثر أعظمي رحوا لبعدها حسين رحوا يكون تواثر بأقل قيمة لما T يكون ماكس إذن F منيمو يساوي 1 على T ماكس ويساوي 1 على 15.4 ويحسب T ماكس منيمو يساوي يساوي 0.65 هيرتز هذا بالنسبة للسؤال رقم 4 قام آخر تمرين اللي هو تباية رقم 10 شكرا لك حسين ربي يحفظك وبرك الله فيك وروح شخص شكرا عافو هاي جمعة اللي حب يطلع يرفع يدو أيوب هذا شخص جديد أيوب تفضل لبعت لك أيوب أيوب مزوغ أهلا وسهلا بك أيوب أيوب رحوا تيل لما في سوى 10 كيلو أوم سؤال ثاني قالك أحسب قيمة دور تي سؤال ثلاث قالك أحسب النسبة الدورية أرفع وسؤال ربعة قالك ما هو النوع الإشارة هل هي إشارة مربعة أو مستطيلة وعطالك هنا دورية وكل دورية معه مقاومة صحيح إذن دورية تعد معها مقاومة ما يقصش إنما يبقى له يبقى له استقطاع بالعكس أو لا مباشر هينبدأ سؤال قالك أحسب تي وتي بما أنه قالك تي وتي بما بين بلئ أو 555 الموضوع التوليد إشارة ساعة إذن تي يساوي يساوي المقاومة المكافأة أثناء التفريغ يقول في ساعة المكثفة في ألان ثني وش معنى مقاومة تفريغ وش يتبع مساتي من المكثفة سي هذي وش يلقى يلقى طريق الأول فيه ديود وش هو استقطاب عكس وش كيف قاطعة مفتوحة وديود ثاني استقطاب مباشر قاطعة مغلقة إذن تي يروح عبر مقاومة R 2 إذن ديود هذا استقطاب عكس قاطعة مفتوح هان عودت قاطعة مفتوح وهذا يعتبع سلك أو قاطعة مغلقة إذن يمشي بهذا السيكل وبعدها يروح من وبعدها وين يروح قاطعة سبعة إذن تفرغ المكثفة C1 عبر R 2 فقط إذن إذن يسوي R 2 في شعة مكثفة سيعة المكثفة C1 في ألا ثاني سأل سؤال ديود هذا نقدر دخل مقاومة أو لا نقدر عنده مقاومة داخلية ديود هذا نعم عنده مقاومة ومين مقاومة تجدها مهملة 0.3 أوم أو 0.4 أوم تجدها مهملة أمام 1 كيلو أوم على هذه الدماغ نعتبرهم ثنائية ميفيزالية صحيح إذن هذا بالنسبة T يسوي R 2 في C1 L 2 كم النتياج وكم النتياج إذن T وشي يسوي نحن تطبيق عددي 1 كيلو أوم وعندها 1 في 10 قوة 3 في C1 100 ميكرو فارد في 10 قوة 6 2 2 بعد تطبيق عددي ما نقولها 0.69 ثاني هذا سؤال رقم 1 سؤال رقم 2 يقول لك أحسب قيمة T بكل بساطة T وش يسوي T Z Z صحي T حسبنا وT حسبنا تطبيق عددي 1.4 Z 0.69 إذن دور T وش يسوي 1.109 هذا نسبة دور T سؤال الثالث وش قلنا في سؤال الثالث قال لك أحسب نسبة دورية Alpha جمع نسبة دورية Alpha كما أعطيت لكم حصة الماضية نسبة T H T High على period T صحي إذن Alpha وش يسوي T H على دور T T H حسبناها 1.04 على دور T حسبناها في السؤال الثنين 1.1.09 والألف جمع دي ما تلقوها محصورة 0.1 إذا تلقاها أكثر من واحد أعرف باللي ركغال تلقوها كنت كنت أشعر مربع نحن كنت Cal إشارة إلى C 100 مهصورة With الإكتّ volatility de Pe يقول لك نجحوا 55 بالمئة. الحقيقية اللي نجحوا على المجموع كب. هكذا. إذن ألف وشي يسوي 0.4 على 1.109. إذن ألف وشي يسوي 0.94. إذن ألف مستطيلة ولا مربعة. مستطيلة. إذن نوع الإشارة هي إشارة مستطيلة لأنه ألف لا يسوي 0.5. لأنه ألف لا يسوي 0.5. سواء كان أكبر من 0.5 والله أقل 0.5 نسميه إشارة مستطيلة. النهار اللي يكون ألف يسوي 0.5 بالتفصيل. هنو شو نقول عليه نقوله إشارة مربعة. إذن بما أنه ألف أكبر من 0.5. نوع ما نكتب هنا لا يسوي 0.5 فإن الإشارة إشارة مستطيلة. إذن ألف وشي يسوي بنسبة مئوية يسوي 94 بالمئة. هذا بنسبة السؤال رقم 4. هنا جمعا بقيتنا آخر حاجة وش هي تجربة N555. حاب نخدمه تجربة N555. شو معي أيوب. أيوب حاب نخدمها في الواقع. حاب نخدمها في الواقع. هذه وش هي سيركوي N555. هذه البطارية. هذا وش هي قطب موجب. وهذا قطب سالب. هذا زوج مقاومات. وهذه المكثفة. المكثفة فيها قطبة طويل. وش هو قطب الموجب. وقطب صغير. وش هو قطب السالب. أول حاجة بان نخدم توليد إنشاء الساعة. لازم لي نتغذية الدارة ومدمجها. المقاومات. صحيح. VCC هذي نربطها. نربطها بالقطب الموجب البطارية. و GND نربطها بالقطبة سال. هذه أول حاجة. صحيح. والقطب الأربعة. نربطها بال VCC. لا نحتاج لش المسح. هكذا. بس كنت نمشي بالمستوى الأدنى. لازم نتغذية الدارة. ونخدم دارة الشحن والتفريق. هذه دارة الشحن. مقاومة نربطها بال VCC. والمخرج المكثفة باش نربطه. نربطه بال GND. هكذا. وش بقالي ايوب. بقالي اثنين وستة. نربطه ما بين مقاومة. ما بين طرفين مكثفة. إذن ها. اثنين. اللي هو تريكر. مع واش. مع ثري شور. اللي هو العتابة. هذا وش قلبتهم. ستة واثنين. ربطتهم كتلة واحدة. ربطتهم بقاطب الموجب المكثفة. وش بقالي. بقالي التفريع. قاطب السبعة. قاطب السبعة. وين نربطها أيوب. فبين مقاومة. الهين. لو كان نربط هنا. وش حسرين. نلتقي في الحسر رقم ثلاثة وعشرين. والتي مضمونها. لا لا. يمكن نعطف هنا نقطة. يولي بي سي سي مباشرة. مربوط بالترانزيستور. السلام عليكم. مربوط الله وبركاته. ولي بي سي سي ترانزيستور جياندي. على هذا وش يقول لك. لازم على أقل على أقل مقاومة. صحيح. على هذه ديرو على أقل مقاومة توريب إشارة. نعزم نعطف نقطة هاد. إذن. إذن هذا هو قطب السبعة. وهنا وش در تجمعها. قطب ثلاثة. يمكن وصله باللد. الله شي يصل ويشعل ويطفى. يشعل ويطفى هنا ويكون ولد إشارة الساعة. اشترك في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة